بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المعارج وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية في قبل الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعة وتكلمنا عن لفظة الإنسان وعن لفظة خلقة لماذا جاءت على بناء ما لم يسمى فاعله وتكلمنا عن الهلوعة على الجملة واتفقنا أن نتكلم عن شيء عن قضية هذه الصفات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان يعني لو سأل سائل كما ذكر أهل التفسير ما الفائدة من وجود الصفات السيئة في خلق الإنسان حقيقة قضية يعني وجود الصفات السيئة في خلق الإنسان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من العجل والضعف والهلع وغير ذلك من الصفات التي ذكرت في القرآن الكريم يجاب عن ذلك يعني من عدة أجوة لكن نختار نحن جوابين الجواب الأول أنه الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصفات في الإنسان وجعل وطلب من الإنسان أن يعني يدافع تلك الصفات حتى يكتسب الأجر فمدافعته لتلك الصفات ومقاومته لهذه الأشياء إنما كلها لإثبات الأجر له ولبيان أنه أراد أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأنه دافع نفسه وحرم نفسه من أشياء كثيرة لأن نفسك في طبيعتها أمارة بالسوء فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للإنسان على أنه يجب عليه أن يدافع تلك الصفات أو تلك الخصالة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أصل الخلقة لأنه الكلام عن جنس الإنسان أي ما من مخلوق إلا وبه هذه الصفات الجواب الثاني الذي يمكن أن نجيب عنه في هذه الجزئية أن الحياة هناك جعل الله سبحانه وتعالى بعض الخصال في الإنسان حتى تستقيم الحياة ولكن إن زادت هذه الخصال عن حدها المطلوب انقلبت إلى الشر يعني على سبيل المثال سأذكر لكم على سبيل المثال للحصر قضية مثلا الشهوة عند الإنسان لو لم يخلق الله الشهوة عند الإنسان من سيتزوج ومن سينجب الأولاد وكيف ستستمر الحياة إذن وجود الشهوة في الإنسان بمقدار معين محدد بإطار الشرع مضبوطة بضابط السنة كانت قضية مفيدة في التزاوج والتناسل والتكاثر على الأرض وإعمار هذه الأرض بما أراد الله لكن هذه الشهوة إن زادت عن حدها إن زادت عن حدها في قضية التمادي الإنسان في الشر وتماديه في الاعتداء على أعراض الناس وأعراض الآخرين انقلبت إلى شر إذن كان من الواجب وجود أمثال هذه الصفات التي إذا استعملها الإنسان في غير ما وضعها الله له وفي غير ما أمرها الله به ستكون شرا إذن وجود هكذا خصال وهكذا الصفات إنما هي جزء أصيل من استمرار الحياة كذلك مثلا على سبيل المثال تكلمنا على الحرص وطول الأمل لكن طول الأمل بمقدار معين على قدر ما تعمر آخرتك به يعني تتخذ من الدنيا طريقا لتعمل الآخرة خيركم من طال عمره وحسن عمله إذن لو لا أن يكون للإنسان أمل في الحياة من سيزرع ومن سيبني ومن سينشئ المصانع والمعامل ومن سيعتني بالبساتين ومن يربي الماشية لأن الكل سيكون لهم ماذا الفكرة أنه سنموت غدا إذن لا حاجة إلى العمل لا حاجة إلى كذا إذن لاحظوا هذه الخصطة موجودة في الإنسان ولكن الإنسان إذا انتفع بها حتى يعمر بها الحياة كانت خصلة طيبة بحد معين بضابط معين كما قلنا بضابط الشرع وبضابط السنة لكن لو زادت عن هذا واجتازت هذه الحدود التي أرادها الله والتي ضبطتها السنة انقلبت إلى أضالها كذلك الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان صفات قلنا وخصال خير وخصال شر ويعني كما قالوا هدينها النجدين إما شاكرا وإما كفورا جعل الله في الإنسان هذا التضاد وهذا المعترك من التنافر في بعض الجوانب في شخصية الإنسان وطلب من الإنسان أن يلتج إلى الله سبحانه وتعالى لكي يستعين على نفسه بالله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين كان يقول وَلَا تَكِنِّي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عِيْنِ أي كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكله الله إلى نفسه طرفة عين لماذا؟ لأنه إذا أحيل الإنسان إلى نفسه اشتالته الشياطين وسحبته الشياطين والنفس الأمار بالسوء وغرق في الملذات وغرق في الشهوات حتى يرى نفسه قد أصبح بعيدا عن طريق الله إذن وجود هذه الأشياء ووجود هذه الخصال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى المقدار القليل منها مفيد الكثرة منها تقتل حتى مادة السم يعني كثير من الأدوية يستعمل فيها مادة السم والسم قاتل لكن السم لو وضع بنسبة معينة بطريقة معينة بدقة معينة أصبح فيه فائدة للجسم لكن لو زاد عن حده لأصبح ضارا قاتلا كذلك يجب أن يفهم العبد أنه ما وضعه الله به من خصال إنما وضعها فيه لأجل أن تستقيم الحياة وأن تستمر الحياة وأن يعلم الإنسان أنه لا يستطيع على نفسه إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فكلما كان ملتجئا إلى الله معتمدا على الله متوكلا عليه ملتجئا إليه ساجدا راكعا يرغب في عون الله ونصره على نفسه ابتداء عند ذلك يستطيع أن يشتاز هذه المحنة وذلك كان كثير من الصالحين يقولون إذا ما استطع الإنسان على نفسه لن يستطيع على عدوه إذن هي أعدى عداؤك نفسك التي بين جنبيك إذن ابتداء إن الإنسان خلق هلوع وقلنا هلوع فسرت في القرآن وقد تكلمنا عن لفظ الهلوع لكن فيها معنى من هلعت الناقة إذا أسرعت أي أنه يسرع إليه يسرع في ماذا؟ إذا مسه الشر جزوع أي الجزع الجزع وهو نقيض ماذا الجزع؟ نقيض الصبر والمنع نقيض العطاء إذن الإنسان خلق هلوعا فيه سرعة فيه عجلة فيه استعجال في التأثر بالأشياء ولكن ستقولون لي إن كانت هذه الأخلاق هي خصال جعلها الله في الإنسان وطالما من الإنسان أن يعالج هذه المسائل حتى يكون هناك ارتقاء لنفس الإنسان ولذلك نلاحظ أنه في البشرية وبين الخلق هناك ارتقاء بين الخلق هناك من وصل إلى مصاف عالي وهناك من بقي في الحضيظ وهناك من انغمس في الشهوات إذن هذا الذي يصنعه الإنسان بعد عون الله من تدافع لهذه الخصال وهذه الغرائز وهذه الشهوات الموجودة في داخله عند ذاك يرتقي الإنسان وهذا الارتقاء هو الذي سيحسب للإنسان قال إذا مسه الشر جزوعة نلاحظ أنه إذا مسه الشر جزوعة لاحظ أنه بعض الناس لو وقع في مشكلة يعني مباشرة يسرع في ماذا يسرع في الجزع وهو نقيض الصبر كما قلنا ولكن لو علم أنه هذه الأشياء ما وقعت إلا بتقدير الله هذه الأشياء ما وقعت إلا بعلم الله أن الله قدرها تقديرا وجعلها بمقدار معين على قدر معين ومقدار معين تنزل على هذا الإنسان لا يمكن لأحد أن يقدم لك شيء ولا يؤخر عنك شيء إلا بقدر الله لو علم إنسان هذا الأمر مما وقع فيه لما وصل إلى الجزع إذن معنى هذا أنه متى يكون الإنسان جزوعة إذا أوكل الأشياء إلى المحدثات وإلى الأسباب دون النظر إلى أن المسبب الحقيقي والموجد الحقيقي والخالق الحقيقي والفاء الحقيقي في كل الأشياء هو الله إذا وقعت الإنسان مصيبة وأخذ ولول وأخذته المصيبة يمنة ويسرة ونسي أن هذه المصيبة وما أصابكم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلق السماوة الأرض كما ورد في حديث الإمام مسلم إن الله قدر مقادر العباد قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة إذا العبد أدرك هذا أنه ما أصابه في هذه المصيبة هو أمر قد قدره الله وعلم الله به لن يضرك أحد بشيء لا يعلمه الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا اعلم أن حتى الدمعة التي تنزل من العين وأنه هو أضحك وأبكى لا تظن أنه إنسان يجعلك تبتسم لولا أن الله أدن لك أم تبتسم ولا تظن أن دمعة تنزل من عينك وتقول أن فلان أحزنني لولا أن الله هو الذي أضحك وأبكى وجاءت أنه وأنه هو ما جاءت وأنه أضحك وأبكى جاءت أنه هو أضحك وأبكى وسنتكلم عنها بتفصيل في سورة النجم إن شاء الله إذن اعلم أنه لا يصيبك شيء إلا بتقدير الله ولذلك حتى عندما يعني استغرب المسلمون مما أصابهم يوم أحد مما وقع من خسارة والنبي موجود معهم نعم والنبي موجود معكم فماذا جاء الجواب من الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فماذا فبإذن الله لا تظنون أن الله غافل عن ما حصل لكم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة لا تظنون أن هناك شيء يزدر في الكون دون أن يكون لله له به علم لا تظن أن الساحر عندما يوقع عليك سحرا ويفرق بينك وبين زوجك أن هذا من قدرته ومن طاقته ولا حتى من قدرة الجن وطاقة الجن فماذا قال الله وما هم بضارين بهم أحد إلا بإذن الله إذا عارب الإنسان اعتقادا جازما أنه لا يصيبه شيء لا يصيبه شيء إلا بإذن الله فإذلك سيخلص من مسألة الجزع إذن هنا الإيمان بقدر الله وبقضاء الله هذا ركد من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره وهذا جزء من علاج ماذا الجزع الموجود في داخل الإنسان وقال وإذا مسه الخير منوع إذا زاد عنده المال قطع النفقة وأمسك وبخل بما في يديه لماذا؟ لأنه يظن أنه المال المال هذا الذي عنده كأنه كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي هذه حالة الجزع وحالة المنع يعني منوعة المنع هو الذي يعني يحرم الناس ويمنع الناس من الخير ويحرم المحتاجين من فضل الله ومن خير الله هذا الذي يقع به العبد من قضية الجزع والمنع عن الخير هذا كله يصدر من النفس التي ابتعدت عن طاعة الله ابتعدت عن عقيد العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام بيضاء واضحة نقية لا يظل عنها إلا حالك عندما يبتعد الإنسان عن هذه الثوابت العظيمة في أن الإمام بالقدر خيره وشره وأن كل شيء من عند الله كله من عند الله وغير ذلك من الآيات يصاب بالجزع ويصاب بالمنع للخير وأن يكون مانعا عن الخير وطوبة لمن جعله الله ماذا؟ مفتاح من الخير مغلاق للشر لكن الإنسان إذا إبتعد عن الله ومال إلى ركن الشيطان وركن النفس الأمار بالسوء لا شك أنه سيزدل منه الكثير من السوء إذن إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة هذه الصفات يمكن أن يعني يتفادها الإنسان ويتخلص منها الإنسان نعم ممكن يتخلص منها الإنسان لأنه موجودة حتى عند الصالح وعند غير الصالح ولكن الصالح استعانى بالله واستعانى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينقي هذه النفس ويترقى بهذه النفس حتى يصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي النبي عليه الصلاة والسلام بما أمر به وبما شرعه وسنه والإنسان الفاسد أو الإنسان الكافر أو العاصي عندما ترك لنفسه لجامها وترك لها زمامها إن صح القول باللجام والزمام وقلنا اللجام يكون للخيل والزمام يكون للناقة إن ترك لهذه النفس البهيمية ترك لها الزمام واللجام بأن تنطلق في محارب الله كما شاءت لذلك سيكون عنده الشر ويكون عنده الخير فيكون جزوعا ويكون منوعا ولذلك استثنى من هذا إلا المصلين وهذا علاج عظيم أي أنه متى تستطيع أن تمنع الجزع وتصل إلى حالة من أن لا تكون منوعا للخير أو مانعا للخير بالصلاة هل الصلاة مجرد قضية حركات أؤديها ولا أدرك من معناها شيء لا طبيعة الحال الصلاة المرادة هنا إلا المصلين ولكن الصلاة التي تكون دواءا وعلاجا لهذه الأمراض جعل الله لها شروطا وجعل لها علامات وجعل لها صفات أي يعني جعل لها علامات كثيرة الذين هم على صلاتهم دائمون والدوام هنا سنتكلم عن تفاصيل الأفضل لكن حتى هذه الصلاة التي تكون علاج لم تكن علاجا عاديا لم تكن صلاة مجرد أنه ينقرها العبد نقرا كما ينقر الديك ويفترش يديه كافتراش الكلب أجلكم الله وليصلي ولا يدرك ماذا قرأ في صلاته ولو صلى وراء الإمام وسألته ماذا قرأ الإمام ربما لا يتذكر ماذا قرأ الإمام شغلته الدنيا وسحبته الدنيا إلى ما فيها من زخارف ومن متاع حتى أنه أصبحنا نصلي ولا ندرك ماذا صلينا وماذا قرأنا كثير منا كثرت سجدات السهو الآن لماذا؟ لأن لا ندرك حتى كم صلينا أي خشوع هذا الذي سيقول البعض أنا أصلي ولكن ما زلت أرى في نفسي الجزع وأرى في نفس المنع أقول إذن صلاتك الدواء الذي استعملته لمنعي الجزع ولمنع نفسك من أن تكون منوعا للخير ومانع الخير لم تكن صلاة حقيقية ولو كانت صلاة حقيقية على الشرط الذي أراده الله وعلى الصفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى بما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون هذه أعظم علاج لأنه لا يمكن يعني لا يمكن أن يكون إخبار الله على غير الحقيقة على الله عن ذلك علوة كبيرة فإخباره حق ولذلك الصلاة متى ما استوفت أركانها وشروطها وصفاتها وهيئاتها كانت تلك الصلاة الحقة التي استحقت أن تكون دواء وعلاجا للمنع وللجزع ولكن متى ما قصرت بها سيكون فيها لم تكن نافعة إلى الحد الذي تمنعك وتداويك من هذه الخصطة السيئة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في تركيبة الإنسان وربما بعضنا سيقول ما الحكمة أن جاءت الصلاة بالذات لم تأتي الزكاة ولم تأتي يأتي الحاج أو الصوم أو غير ذلك لأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة والصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين أحد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها كفر أصل لها أهمية عظيمة إن أديت بحقها وللك لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بهذه الأمة وهو كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم من رحمته العظيم لاحظوا ماذا قال قال صلوا ما قال صلوا كما أصلي ما الحكمة أنه النبي قال صلوا كما لم يقل صلوا كما أصلي قال صلوا كما رأيتموني أصلي لأننا لن نستطيع أن نصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة التي كان يصليها النبي كان لصدره أزيز كأزيز المرجل هل هذه نستطيع أن نصليها الآن وأي مننا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة كان النبي يقوم الليل بآية يكررها ما الذي فهم من هذه الآية حتى يكررها حتى الصباح يكرر هذه الآية حتى أدان الفجر عندما يفهم منها معاني ويفتح الله عليه فتوحا عظيما حتى يفهم من هذه الآية فهما عظيما أي صلاة هذه التي كان يصليها النبي رحمة بنا علم أن فينا ضعفا وعلم أن العبد منا سيأتي علينا زمان ربما تثقل علينا الصلاة وإن كانت هذه الصلاة لن تكون ثقيلة إلا على المنافق وعلى الذي يتكاسل ويتثاقل من أمر الله أما على المؤمن المحب فكهي كما قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلاد إذن الصلاة هنا الصلاة النبي قال صلوا كما رأيتمون أصلي ارتضى منك أن تصلي الصلاة بهيئاتها وأركانها وشروطها ولكن يبقى الفارق بين العباد بينك وبين النبي وبين غيرك من الصالحين هو قضية القرب ومقدار ما تركز به في الصلاة فكلما ازددت تركيزا في الصلاة وكلما ازددت عمقا وتفكيرا وتفكرا فيما تقرأ من كتاب الله ارتقت صلاتك إلى مصاف صلوه يعني صلاة قريبة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول صلاة كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه ربما لا نستطيع عليها لا نحن ولا حتى من كان فوقنا فهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام لو رجعنا إلى الآية الكريمة إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا لحظوا جمالية القرآن قال إذا مسه الخير مسه ما معنى المس المس واللمس والجس والحس وقد ذكرنا منظومة هذه المنظومة سابقا المس هو غالبا غالبا يكون بالشيء البسيط وإذا قال إذا مسهم طائف من الشيطان مسهم مس ما أصابهم ولذلك المس هنا إذا مسه الشر مجرد الإنسان هذا الهلوع إذا مجرد أنه أي مسألة بسيطة أي مسألة خفيفة مهما كانت مجرد أنه يمسه أمر فيه ضيق فيه شدة فيه مصيبة تراه يجزع وتراه يسرع إلى ماذا إلى ذهاب الصبر وكأن الدنيا قد انتهت وكأن الدنيا قد انتهت وليس هناك مجال للأمل بالله سبحانه وتعالى ولكن العبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما يضيق عليك مسألة إنما يريد أن يرفع درجتك ويريد أن يعطيك ولكنه أراد أن يرفع لك الدرجة ويحط عنك السيئة ويرفع لك المنزلة إذن يجب أن يكون العبد له فهم في قضية ماذا يجري من أقدار الله إذا ناد العبد المؤمن ربه في مصيبة قالت الملائكة يا رب صوت معروف صوت مألوف من عبد معروف يا رب صوت مألوف من عبد معروف هذا العبد دائما طالما كان يدعوك وهنا يناديك يا رب في مصيبة أصابته فيقول الله لهم اقضوا حاجته وأخروها له فإني أحب أن أسمع صوته وإن نادى العبد العاصي أو الكافر ربما ينادي إذا وقعوا في البحر سألوا من سألوا الله أنه إذا نجان إلى البر فإذا وقع العبد العاصي في مصاب وسأل الله سبحانه وتعالى تقول الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر هذا صوت منكر ما استمعناه قبل يدعوك ومن عبد لا نعرفه لم نعتد على سماعه ولذلك كما ذكر الإمام البزار فيما يذكر الإمام ابن كثير في التفسير قال لما نادى يونس عليه السلام في بطن الحوت يقول أخذت دعوة يونس اخترقت السماوات حتى وصلت حول العرش وأخذت تطوف حول العرش دعوة يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فماذا قال الله لولا أنه كان من المسبحين له سابق عندنا هذا العبد يدعونا دائما ولذلك عندما وقع في ضيق وسأل الله سبحانه وتعالى كانت له سابقة في في سؤال الله سبحانه وتعالى ولذلك أجابه الله في ذلك اليوم قال إذا مسته الشر جزوع والجزع الجزع كما قال الإمام الراغب وذكر ذلك الإمام الآلوسي أيضا قال الجزع هو أبلغ من الحزن الجزع هو حزن يؤدي بك عن الإنقطاع عما أنت في صدده الجزع هو أنت تعمل شيء لكن ينصل بك الحزن أن تنقطع عما أنت في صدده لكن الحزن ربما تكون حزينا ثم تعمل العمل الذي أنت بصدده فالجزع كأنه على هذه الحالة الجزع وجزع الوادي جزع الوادي هو المكان الذي يقطعه من مكان من طرف الوادي إلى طرف آخر والجزعة والجزعة هي والجزعة عفوا بالسكون بالسكون الزاء والجزعة هي الخرزة التي تكون لونين ومنها الرطب رطب إذا كان لونين أصفر وقد يعني استوى جزء منه ويقولون أيضا جزعة الرطب أنه ماذا كأنها لونين فالجزع كأنه اختلط به ماذا قطاع قطاع مع يأس مما وقع به وهذا غاية في صفات السوء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قال إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إذا مسه الخير امتنع عن العطاء وازداد ويعني المال الذي عنده أصبح أصبح يراه أنه لو أنفق منه إلى الفقراء لا نفذ وقل وهذه صفة بخل وصفة حرص عند الإنسان أنه إذا مسه الخير منوع ونحن قلنا أنه مجرد المس والمس هو أن يصيب الإنسان شيء بأقل بستوى والمس يختلف عن اللمس قلنا اللمس يكون بأطراف الأصابع والمس لا يشترط به أن يكون بأطراف الأصابع قد يكون بالجسد عامة واللمس يكون عن قصد والمس يكون عن غير قصد ولذلك اللاحظ أنه في الجماع يكن بالجماع عن المس قالت ولم يمسسني بشر ما قالت ولم يلمسني بشر قالت يمسسني بشر ولم أكو بغية ولذلك يعني هنا الشافعية عندما قالوا في قول الله تعالى أو ولذلك جعلوا أنه لمس المرأة ينقض الوضوء على مذهبهم في قضية الفقهية إذن مجرد أنه هذا الإنسان الهلوع المسارع في النفرى عن قضاء الله وقدره إذا مسوا الشر جزوع أو إذا مسوا الخير منوع ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق الذي يقع به العبد من المصلين قالوا منوع مانع للخير لا يقبل أن يعطيه ولذلك الله كما ورد في الحديث أن الله يحاسب الأغنياء يأتي للفقراء يوم القيامة فيقولون يا رب منعون حقنا في العطاء وأنت يا رب قدرت المال بحيث أنه أن الله أعطى الأغنياء ما يكفي الفقراء فإن جاء الفقراء كان حقيقا على الله أن يحاسب أغنياء هنا الفقراء يشتكون إلى الله أنهم منعوا من الحق الذي قدره الله لهم منعوا من الخير الذي قدره الله لهم قالوا إذا مسه الخير منوعا إذن الإنسان في قضية ابتعاده عن الله سبحانه وتعالى في قضية الغنى والفقر في المصاب وفي الفرح لذلك يجب أن يضبط العبد نفسه في ضبط الشرع في الضبط الذي أراده الله سبحانه وتعالى ولذلك لاحظوا أن الإنسان في هذه الحالة قد يكون يعني في حالة العطاء مصاب في الغنى مصاب وفي الفقر مصاب وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد مما كان يستعيد به مما صح عنهم الأحاديث قال اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر فاستعاذ النبي من الغنى لأنه لأن الغنى قد يكون مصابا وقد يكون بلاءا على العبد إذا لم يعطي حق الله به وكذلك الفقر إذا كان فقرا شديدا فإيضا هذا يكون بلاءا عظيم ولذلك النبي استعاد من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله على أن نكمل في الحلقة القادمة في رحاب سورة المعارج إلى ذلك الحين نسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة